نتكلم الآن على موضوع الصفة المقارنة والتفضيل موضوع المقارنة والتفضيل من المواضيع المهمة واللي تجعلها أسألة بالامتحان الوزاري طيب الآن عندي كلمة short معناها قصير بالمقارنة أقول shorter يعني صارت أقصر بالتفضيل أخط EST فالصير shortest إذن أنا عنديك short قصير قلت shorter صارت أقصر shortest الأقصر nice لطيف إذا كانت الصفة منتهية بحرف E فقط أضيف R فرح أقول nice sir شوف هنا فقط ضفت R صارت ألطف بالتفضيل أخط ST فرح أصير الألطف طيب إذا عنديك كلمة منتهية بحرف صحيح وقبلها حرف علة big أكرر الحرف الأخير فرح أقول bigger كررنا الحرف الأخير وضفنا ER فصارت bigger أما هنا فرح أضيف EST أيضا أكرر لأن منتهية بحرف صحيح وهذا حرف I حرف علة فرح أقول biggest أما أذا كانت منتهية بحرف الواي فحرف الواي يقلب إلى I ER رح أحطها ذني I ER فأقول easy رح أصير easier قلبنا الواي شوف هذا عندي حرف الواي هذا شلت وحطيت ببدالة I ER easier من تريد تحفظ هذا الموضوع لازم تكتب مو تباوع لعلي وبس أكتب مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة إلى أن ينطبع طبع بالي وأعرف أكتبه بالامتحان إذا قال لي بالتفضيل أقل له easiest easiest يعني هذا الواي اللي عندي هنا رح أشيله وحط ببدالة I EST فصارت the easiest طيب إذا كانت الصفة طويلة 6 حروف مثل عندي كلمة colorful أحط قبلها more أحط قبلها more شفيت؟ إذن هنا رح أخلي قبلها more قبل الكلمة هاي طبعا بالمقارنة فأنا على سبيل المثال عندك كلمة colorful هذه colorful هذه أحسبها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذن هاي طويلة طالما أستحروف وفوق فراح أخلي قبلها أخلي قبلها more وبالتفضيل أخلي قبلها most طيب وطبعا هنا هناك حالات شاذة عندك القد بالمقارنة الصير better وبالتفضيل الصير best وعندك الباد الصير worst وبالتفضيل الصير worst وعندك الفار الصير farther يعني أبعد وfarthest يعني الأبعد هذن تحفظ لي ياهن مثل اسمك يا بطل تحفظ لي ياهن مثل اسمك هسا راح نجي على اسماء العائلة اسماء العائلة هاي اسماء العائلة مهمات عندك grand father ويدلعونه أو الاختصار مالت grand boy أو مرات يقولون grand فهذن تحفظ لي ياهن ولازم تعرف لي أنه معناها جد عندك grand mother يختصرونها إلى grand ma اللي هي جدة وجدة ولازم تحفظ لي ياهن طيب عندك father يعني أب dad و daddy هذا اسم الاختصار كلش مهم أظن إذا أجتني كلمة mother أقول له mom أو مرات يجيب لي mommy فأنت لازم تعرفها aunt auntie يعني عمه أو خاله uncle عم أو خال brother معناها أخ sister أخت cousin يعني ابن العم أو بنت العم ننتقل الآن إلى الوظائف والعمل teacher يشتغل بالمدرسة وهذه كلش مهمة تجيك اختيارات تجيك كلمات لازم تنزلهم جوه حسب المعنى اختيارات المهم مهمة لازم تحفظها waiter نادل يشتغل بالرستورانت بالمطعم doctor اللي هو المريض يشتغل بالhospital كذلك عندي كلمة nas اللي هي أيضا hospital كذلك عندي bus driver اللي هو يكون يعني على الroats على الطرق engineer مهندس ولازم تعرف نهايتهم كلش مهمة لأن مرات يجيب لك كلمة teach وانت لازم تحطلها ER طيب engineer oil refinery اللي هو مصف النفط الفارمر يشتغل بالfarm عندك house wife ربة المنزل تشتغل في البيت عندك IT program programmer اللي هو مبرمج يشتغل بالoffice builder عامل البناء يشتغل بالbuilding site موقع البناء و shop assistant مساعد المحل أو عامل المحل يشتغل وين بالمحل و يعني طبعا للكلمات مهمات waiter نادل cook طباخ actor ممثل driver ساق شوف driver مرات تحط لك بدون ER انت لازم تحط لها R هالكلمة اريدك تحفظ لياها مهمة جدا وخصوصا نايتها وعندك كلمة builder عامل بناء كلش 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 مهمة كلش مهمة وكذلك عندك كلمة office مرات ما يجيب لك R انت لازم تحط لها R الان نتكلم عن اضافة ING اضافة ING ايضا تجي بالامتح نركز لي عليها الافعال العادية من اريد احولها للانG اضيف لها ING عادي إذا لعندي كلمة EAT اقول EATING READ READING WORK WORKING طيب اذا كان الفعل انتهي بE احذف E عندك كلمة TAKE صارت TAKING حلفنا E WRITE WRITING MOVE MOVING COME COMING مرات لازم اضاعف مرات لازم اضاعف ذلك عندك كلمة TRAVEL انتهي بحرف صحيح وقبلها حرف علة فأقول TRAVELING TRAVELING إذن كررنا إذا تلاحظنا كررنا لماذا لأن منتهي بحرف صحيح وقبلها حرف علة مثل عندي كلمة STOP صارت STOP كررنا الحرف الأخير وضفنا ING إذن عندي كلمة PLAN أيضا لأن عندي حرف علة شوف ال-N وال-M ذنن كلهم راح أكرر وضيف ING كلهم راح أكرر وضيف ING طيب طيب إذا كان الفعل منتهب إذا كان ينتهب Y إقلب ال-Y أنا ما أقلب عندك كلمة BY ما لك علاقة باللي قبلها واللي وراها ملك علاقة بي ال-Y بالأخير ما تقلب ال-Y وضيف ING شوف هذا السؤال اللي جاي وزاري قيل لك EAT صارت EATING الرن شصير مباشرة نتكرر الحرف الأخير وضيف ING فتقل RUN RUNNING راح نكرر الحرف الأخير ونضيف ING ليش منتهب حرف صحيحة قبلها حرف علاقة كذلك عندي الماضي إضافة ED إضافة ED أيضا موضوع مهم من أريد أحول الفعل للماضي أقول WORKED يعني أضيف ED فمثلا عندي كلمة WORK يعني WORK معناها يعمل WORKED يعني ED يعني عمله SAVE يعني يحفظ SAVED يعني حفظه طبعا إذا كانت الكلمة منتهي بحرف E أنا ما راح أكرر مثلا عندي كلمة SAVE مثلا عندي كلمة LIKE مثلا عندي كلمة LOVE بس حضي لأن هي أصلا أكو E طيب إذا كان منتهب Y أقلب ال Y إلى I وضيف ED مثلا عندي كلمة TRY فصير عندي TRY متبهزين بال ED أقلب بس بال ING ما أقلب طيب إذا عندي مثلا TRY قول TRY طيب إذا عندي مثلا كلمة STOP أكرر الحرف الأخير وضيف ING إذا عندي كلمة STOP صارت STOP STOP ثم نكرر نكرر طيب شوف هاي حرف الأو حرف الأو طيب كذلك عندي شاذ أفعال شاذة مثلا عندي كلمة TAKE يصير TOOK TAKE يأخذ TOOK أخذه PUT يضع PUT وضع نفس الشي تبقى BUY يشتري BOT اشترى GO يذهب WENT ذهبه سي يقول SED قاله كذلك عندنا BLUE نفخة يعني بال O يصير E ينفخ وهنا رح يصير بالماضي نفخة كذلك عندك كلمة MAKE يعني يصنع بالماضي MADE يعني صنع DO يعمل و DID معناها عمل وإيدك تعرف لي أنه كلمة LAST وكلمة Yesterday هذن يدلون على الماضي ننتقل الآن إلى موضوع المعادن موضوع المعادن أيضا من المواضيع المهمة واللي موجودة بالكتاب وتجعلها أسئلة WHY الآن عندي كلمة METAL معدن وياها CLUCK ساعة وكي مفتاح لأن الكلمات كلش مهمة ولازم نركز عليها عندي لذى لذى جو جلد عفوا لذى جو لذى جو الجلد الجلد نحن نصنع من عنده دائما يعني الجلد نحن دائما يعني بشكل عام نصنع منه جلد بوتس حذاء أو أريكة طيب الزجاج نصنع منه عنده جوك اللي هو الإبريق والدورس الباب كبوب من الزجاج يعني اللي هما الباب اللي يصير بيه زجاج يعني عندي روبر اللي هو المطاط نصنع منه عندنا توي اللعبة ونصنع منه غلابس اللي هي التفوف تفوف طيب كذلك عندي دينم اللي هو الإقماش القوي اللي نصنع منه جينز منطرون جينز وكذلك نصنع منه عنده الترينيرز الترينيرز يعني معناها حذاء رياضي كذلك عندنا الخشب البود ونصنع منه عندنا بات المضرب ونصنع منه عندنا الدرج الدرج كذلك عندي كتن اللي نصنع منه عنده تاول منشف وبيسبور كاب اللي هي قبعة البيسبور واخر شي عندي الصوف اللي هو السويتر نصنع منه عنده السترة وريدك تحضي كلمة كلش مهمة is made is made from يعني مصنوع من مصنوع من هاي الكلمة مهمة is made from يعني مصنوع من هاي الكلمة كلش مهمة أريدك تركز لي عليها وتحفظ لي معناها كذلك عندي الضمائر الانعكاسية وهاي الضمائر الانعكاسية أريدك تحفظ لياها المثل اسمك لأن صراحة كلش مهمات كلش كلش مهمات الـ I تصير myself إذا أجاب لك I أنت تقول لي أريد تحط له myself إذا أجاب لك you تقول لي yourself الـ he تصير himself she تصير herself الـ it تصير itself الـ we تصير ourselves والـ you تصير yourself والـ they تصير themselves ذلك عندنا هاي الاختصارات كلش مهمة الجي غرام متر اللي هي المتر سانتي متر اختصارها سي أم كيلو غرام اللي هي أصلها كي جي كيلو متر اللي هي أصلها كي أم واللي ملي متر اللي هي اختصارها أم أم حذن أيضا يجل بالامتحان الوزاري واريد تحفظ لياها المهمات خلينا نحل هاي الأسألة نجي هذا السؤال نقال رير رير طبعا هو يجي بالعربي يوضح لي يعني هذا التنقيق أول شي قل لي كم الكمية والهو وحدة من الأدوات اللي قلت لكم هاي ما السؤال من أريد أحل أول شغلة أسوي هنا capital هذي ربعا راح أسوي capital سوي ها capital بالبداية how how much تنزل مثل ما هي how much is تنزل مثل ما هي this تنزل مثل ما هي خط مرتب و dress هاي dress وأخلي علامة السؤال في نهاية الجملة ليش سؤال لأنه قل لي how much يعني أكمل كمية وهذا ال H لأن بداية الجملة سويت capital أجعل السؤال اللي بعد قل لي يا بق long صار short long صار short الهارد شصير نرجع للمعاكسات هاي معاكسة أقل لي الهارد صير soft soft قال لي I am صار I am he is شصير أقل لي he is هاي اختصار طيب هنا أقل لي book كتاب صار books دراور شصير أقل دراور هاي جمع close صار closest close صار closest إذن هاي تفضيل أجعل راح أقل لي smallest ضفت est ليش ضفنا est هنا ليش ضفنا est لأنه أصلاً ضيف لنا est هاي مال توضي mother صار mom هاي ايش هاي اختصار إذن father شي صير الفاذر شي صير شوف الفاذر يصير dead الفاذر يصير dead إذن بالحل راح يصير dead إذن هنا أنا جيت كتبت dead farmer صار farmer farmer farm صار farmer teach صير تأو قلت لكم عليها teach راح نزلها مثل ما هي وحط er تأو نخذناها شوف تلكم هي مثل ما هي أحط له e r اللي هي معناها مدرس نجعل السؤال اللي بعد قائل re-write the sentence طيب تذكرون لما قلت لك الاختصارات what is هاي أصل what is هاي أصل what is مختصرين وقال لك what is بس ما حاطين الفارزة أنت ش سوي أول شي تكتب بداية جملة حرف capital استاذ ليش نبدأ بحرف capital لأن بداية جملة طيب إذن هاي w what هاي نزل هاي نزل هاي what وخلي فارز فوق ال s لأن أنا قيل لك نحط فارز ونزل the مثل ما هي وال mata تنزل مثل ما هي ما عندي أي مشكلة أج أقراها هاي بو a b s m bas إذن هذا كبير ba sim وحط أيضا على أن تستفهم لأنه سؤال لأنه سؤال طيب أيضا عندي سؤال آخر من قال ل fill in يعني هذا ما للإضافات قال لي long صير short light ش صير light تعونا أخذناها الصير thick إذن هنا راح أكتب thick اللي هي معناها ثخين طيب نجي قيل الماذر صير أموم الفاذر شي صير قلنا dead الفاذر يصير dead drive صير driver build شي صير أقول له build أكتب مثل ما هي وحط er قيل لي small صير smaller nice شي صير راح أقول nice أحط فقط r ما أحط ar لأن أصلا عندي e people pupils صير pupils صير pupils يعني تلميب تلاميذ حط S يعني جامعها إذن راح أقول feet feet لماذا 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 خط فاذ صير feet لا تنساها نأتي كال towels cutten يعني المناشف مصنوعة من القطن الكيز المفاتيح منين مصنوعة تأخونا ذكرناها من metal من المعدن طيب 15 بالانجليزي 15 يعني هاي يريد تكتبها رقم 17 17 شو صير 7 17 يعني 17 شوف شون 17 شون كتبنا 17 يقول البوك صار بوكس جامعها الكوين شو صير أحط لها فقط S صارت لكوينز يعني جمعناها old new كلمة old يعني قديم و new يعني جديد يعني هاي معاكسات طيب الفاست شنو عكسها خلينا شوف لكم اهي الفاست عكسها slowly يعني بطيء شفيت اعنا مطيك don't do not قائلك I don't can شا صير بالاختصار هاي اختصار هيختلف قلت لك تركز عليها can not شون صير هذا الاختصار مالته راح تنحذف هاي كل تنحط لها فارز لذلك ركز ركز شوي الورا قائلك play صير played يعني هاي ايش يعني هاي مال ماضي طيب الprepared شصير اقول لها اكتب الكلمة مثل ما هي وضيف لها d ما احط لها d لان هي اصلا انا عندي اي فقط احط d عندي كلمة eat صير eating طيب الران شصير اقول له running اكرر الحرف الاخير وضيف ing لأنه ري رايت من قال ري رايت يعني معناها هذا الموضوع مال التنقيط من اعجي اريد احل ابدي بي كان بديت بكابتل ليش بدينا بكابتل ليش بدينا بكابتل كان لبداية الجملة الاي انا قلت لك من تلقاه حي دا سوي كابتل وهل بتنزل مثل ما هي والي تنزل هنا مثل ما هي وبالاخير اخلي علامة استفهم استاذ ليش خلينا علامة استفهم بالاخير لان قلت لك الكن اذا تجيك بالبداية الكن والإز والآر وعلى ما تنرح الترقيم دائما هذني افعال مساعدة يعني السؤال يعني هل أستطيع أن مساعدك السؤال اللي بعده من يقلي يعني معناها فراغات لازم تبليه يقول صار ثك الخفيف صار عكسها يعني مطينا ضد هذا ضد طبعا عكسه فأني يعني معناها معاكسات قللي اللونغ الشي صير أنا أعرف اللونغ وحافظها اللونغ صير شورت يعني قصير لون طويب شورت قصير قللي التاولز هي منشفة والكتن يعني القطن يعني التاول مصنوعة من القطن الكيز المفاتيح منين مصنوعة منين لك علي أحفظ لأن مهم نجي نجي قول صير صير سمولر الفار شصير فار خلينا نرجع الموضوع المقارنة وتفضيل أنا شونا عرفت مقارنة لأن يعني صغير أصغير هو موضوع المقارنة وتفضيل الفار شصير بالمقارنة فار شوف وبالتفضيل صير فار فانتبه عليها لأن شاذ كل مهم هاي الكلمة إذن هنا راح أقول له فار ذا شفت الحل شلو نصار تي 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 شر البلد شصير فقط أضيف لها اكتب البلد البي يو آي ال د و اي ار بلدر فقالي فاذر أب داد هذا اسم الدلع يعني شون اختصار ها فاذر داد الماذر شون اختصار ها قلنا موم باق حقيبة باق حقائب مجموعة بوكس تجي انت تريد تحل دير بالك هنا مو تقول بوكس وتحط لها اس نضيف اس لأن احنا ذكرنا اذا منتهيات ب x و s و z هذا نحط له اس نجعل السؤال اللي بعد السؤال اللي بعد قائل ريرايت من يقل ريرايت يعني عيد كتابة الجملة يعني هذا تنقيط اللي هو هذا مال الترقيم طيب قيل لي how many من اقوف how how are you كيف حرك هاي وحدة من اداة السؤال اذا اول شغلة لازم ابدي بكابتال طب ليش ابدي بكابتال لان بداية الجملة فهذه بدي بكابتال okay many تنزل مثل ما هي how many sister تنزل مثل ما هي do تنزل مثل do you تنزل مثل ما هي have تنزل مثل ما هي اخلي نقطة بالاخير لا غلط اخلي علامة استفهام لان السؤال قيل اللي how مقلنا كيف واحدة من الادوات السؤال طيب ضبعا هنا how many sister يعني كم عدد الاخوات teach طيب هنا قيل اللي hard عكس soft اذا هاي ايش هاي معاكس طيب شنو عكس هاي لعد شنو عكس هاي colorful تذكرون هلولا color colorful ملون الشي اصير هيرسيلف تذكر الشي اصير هيرسيلف حلو الشي قلنا اصير هيرسيلف اذا هاي ضمار الانعكاسية الماي ش اصير شوف هاي اي اصير ماي سير اذا الي يور سير هاي هم سير فركز لي عليهم هو قيل ال اصير ماي سير اقل هاي سير هم سير فراح اكتب هنا هم سير شفت شنو صارت طيب طيب قيل teach صير teacher طبعا هنا فقط اضيف er build اقتلها فقط ايا هاي هو ينكرر رضي طيب قيل book صير books shop ش صير فقط حط الهأس ما بها كل مشكلة طيب read يقرأ reading تذكر لما قلت لك لما تنتهب i دير بالك لا نكرر ولا نقلب ولا كل شي بال ing فقط بس بال ing اذا هنا بس اقول buying كل ما رح هسوي يقول he is صير he is صير he is اذا ال i am شو صير الصير am فانتبه لي عليها شوف هذا الاختصار شلون يصير شوف شلون يصير السؤال اللي بعده ريرائف the sentence قعد كتابة الجملة بنا شوف ريرائف the sentence يعني معناها هذا السؤال ما لتنك بديل بهاي باسم وانا قلت لك اذا بدأنا بجملة افتتاحية مثلا هاي مرحبا دير عزيزي هلو طبعا اول شي بداية الجملة حرف كبير ورها باسم أبو أبو تجاه هاي باسم ورها أخلي فارزة ليش خلينا فارزة لأن اسم شخص how are you هاي how are you كيف تنزل مثل ما هي وبالأخير أخلي علامة استفهام ليش خليت علامة استفهام ما هو سؤال شون عرفت السؤال من how لأن أنا قلت لك ال how من تجي بالبداية هو هاي وحد من أدوات السؤال حلو نجي ال I صار myself ال he شصير الصير my himself ال hard صار soft light شصير هاي عليكم تون أخذنا هاي معاكسة طيب يقول ال hand صار hands ال hand صار hands طيب tooth شصير أقل teeth نزل teeth وحط هنا double h وقال teeth nice صار nicer الفار شصير نصير فار ذار حطينا لها سألها هي شلو نصير لانها يشاذ we are صار وير شو شون مختصرين زي لتأذ شصير لتكي وقلت لك مهمة وجاية وزاري صار لتأذ شوف هنا قيل لك الدكتور شوف هاي حاط لك حرف اي يعني غلط عد لك قيل لك دكتور هنا قيل حطينا هو نقص حطينا احنا شوف تنتبه زين على اسئلة السؤال اللي بعد يقول من قال لفل ان يعني املأ الفراغات تييت صار تييتر الدرايف شي صير فقط احط ار صار اكتب الكلمة طبعا كتبها كاملة درايف اكتبوها كاملة وبعدين حط ار لا تنسى فقط ار لان هو واصلال انت عندك اي يقول اللونك صار short الهارد شنعكزها تونخذناه بعد ما عيد خلص طيب دسك صار دسك شوف حط الاس اقل اهنا توث شي صير قلنا توث يصير تيث طيب طول طويل صار طولر ايزي اشلون اسويها مقارنة اكتب ال ا مثل ما هي ايزي هذا الواي قلنا اذا انتهى الواي نقلب الواي الى اي او اضحط اي ا اي ا اي ا فصارت ايزي شوف شون صارت ايزي شوف ايزي يقول الاسنت اختصارها ازنات اختصارها ازنت اذا هاي اختصار وقال لك دسنات شن اختصارها اجي اقل داز واكتب اياها فارزة وانا تيجصر وهذا موضوع الاختصار نبهت عليه من البداية وقلت مهم اذا نجعل موضوع مهم قل لي السوفت صارت هارد اللونج شنية منبين شورت سمول صارت سمولر وهاي منتهي بواي اكتب الكلمة مثل ما هي دائما اكتب الكلمة مثل ما هي بريتي ومنتهي بواي اقلب الواي الى اي وحط اي ار قلنا نضيف اي ار بريتي ار لو ضيف لأي اي است كان حطت هنا اي است قل لي تيج صار تيجر البلدر مباشرة نحط لها اي ار قل لي الفاذر كلمة هاي طبعا فاذر هنا اكتب تي فاذر صار ديد فاذر صار ديد الماذر شو صير قلنا الماذر صير مام ال بيبل البيوبل صير بيوبل اذا الفوت شو صير قلنا الفوت صير فيت توال كتن التاول هو مصنوعة من القطن زينا المفاتيح منين مصنوعة قل له من المتل اللي هو المعدن طيب نجعل هذا سؤال مار التنقيد السؤال هذا مار التنقيد يقول قرى الكلمة الدؤ دا و ان دان دان هذا حلو هذا اسم شخص ابدو بي كابيتل طبعا 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 حتى لو انت ما تعرف تقرأ بداية الجملة دائما لازم اصير كابيتل كالس تنزل مثل ما هي وسام و آ وسام و آ وسام و سام تنزل مثل ما هي وبالاخير لا تنسى تخلي فارزة نقطة عفوا طيب ليش أخلي نقطة لأن ما عندي فتشي دل على السؤال طيب السؤال اللي بعده قيل وات وات هاين بين اداة سؤال بالاخير راح أخلي علامة استفهام فاجه هنا راح أقول وات هاي الوات تنزل مثل ما هي و تايم تنزل مثل ما هي داز تنزل مثل ما هي هنا هذا ايضا ايش مسخص ابدو بكابيتل و ليف تنزل مثل ما هي ما عندي بيها اي مشكلة و هوم ما عندي بيها اي مشكلة لا هي اسم مسخص وبالاخير أخلي علامة استفهام لأنها سؤال شون عرفته السؤال من خلال وات نجح هنا أقول لك teach صاره teacher build شو صير قبل أضيف أكتب الكلمة طبعا أكتبها وأضع e-r long صاره soft long عفوا الheart صاره soft long شو صير أقول له short book صاره books الفوت شو صير أقول له feet أكتبها مثل ما هي وأقول feet old صاره older close شو صير closer أكتب الكلمة مثل ما هي وحط فقط r دير بالك فقط r لأن هي منتهية فقط لأن هي منتهية b طيب قول older حليناها towels من شف كتن keys الكيز شن هي هاي هو أجا يا وزاري قيل لك متر معدن بعدين قيل لك gram g المتر شنو اختصارها أقول له m فقط لو قيل لي مثلا سنتيمتر أقول له cm هذا كل ما موجود بموضوعنا أي سؤال أو استفسار أني حال